اول نقطة لابد أن نتبادل المعلومات فيما يخص انتهاك حقوق الإنسان من جهة وما يخص وقع الفساد في الجزائر من جهة أخرى هذا تبادل المعلومات يمكننا من معاينة ما هو موجود في الحياة العامة بصفة عامة أو في القطاعات بصفة خاصة أو في المؤسسات الاقتصادية وما شابها ذلك هذه المعطيات التي هي محور من المحاور الاتفاقية التي يتم تبادلها بين الهيئتين سيعطينا نظرة شاملة لما هو موجود من انتهاكات سواء في مجال الفساد أو حقوق الإنسان وسنتبادل هذه المعلومات والتي من خلالها سنحدد ما هي السلبيات والنقائص في الميدان وسنقترح بشأنها الحلول والتوصيات المناسبة انتفاقية اليوم سوف تسمح لنا بانضربة جهودنا مع بعض من أجل تنظيم يعني دوارات تدريبية ورفع قدرات بالنسبة للفئات واسعة من المجتمع الجزائري بالنسبة للموظفين بالنسبة للشعب العادي هكذا من أجل الوصول إلى إقصاء الفساد من العملية السياسية